في النهاية بس لو كلمنا بقى وخرجنا شوية بعيدا عن كيراشو أو أسامي بعينها لو كلمنا عن القرى المصرية طيب هي مفروض ازاي تدار القرى المصرية تقييم حضرتك دلوقتي أصلا لإدارة القرى المصرية إيه اللي احنا محتاجينه عشان نعود مرة تانية لمنصات بقى التتويج يعني عايزين نفهم أهم حاجة طبعا أو أسباب اللي احنا فيه التخبط اللي احنا فيه عدم الاستقرار في مجلس إدارة الاتحاد اللي هو الاتحاد اللي بيدير الكرة مفيش وضع بالتالي مفيش وضع السياسات لسنين طويلة قدام مراحل مراحل بداية من طبعا آخر اتحاد ميشي 2019 بعد الأمم الإفريقية جات لجنة خمسية وبعدين لجنة سلسية على مدار سنتين بيدير برضو اتجاهات مختلفة كل واحد بكونسبت معين للفترة الجديدة طبعا كل ده لخبة الدنيا محتاجين ان شاء الله بعد خمسة يناير اتحاد يجي وانا شايفهم كلهم يعني ناس محترموا كلهم شخصيات كويسة وعندها خبرات ان هم يقدروا يعملوا بقى استراتيجية كاملة لمدة خمسة سبع سنين ما بقاش فيها تخبط يبقى فيه حاجات سابتة فيه اهتمام طبعا يعني لازم يكون فيه اهتمام فيه فيه مشاكل يا جماعة كتير يعني عشان جوه الاتحاد ومسك مدير تنفيذي طبعا القاهرة اللي هي اكبر فرع الاتحاد الكورة فانا عندي مشاكل كتيرة جدا جدا مستني ان شاء الله باذن الله الاتحاد الجديد لما يمسك عشان نقعد ونتكلم اهمها عندي اللي هي توصلنا بقى للارتقاء بمستوى الكورة في مصر هي مسامقات الناشئين طعا الناشئين والبرائم عندي مشاكل كبيرة جدا جدا فيها وانا عندي منطقة القاهرة بتضم مية وخمسة نادي ومركز شباب يمكن بعض المناطق التانية عشر اندية واثنشر نادي انا عندي مية وخمسة فالقصة صعبة وبعدين اهمة اندية طبعا كل اندية مهمة في مصر بس اهمة اندية عندي في القاهرة النادي الكبير وعلى رسولهم طبعا النادي الاهلي ففي مشاكل في قطاعات الناشئين بالتالي بيبقى في مشاكل في المنتخبات المراحل السنية المختلفة في مشاكل في اختيارات الاجهزة الفنية في مشكلة في اختيارات اللعيبة اللعيب طبعا لازم بقى متأسس ولازم يبقى واخد جرعته اللي هي تساوي للمرحلة السنية بتاعته ماتشات وتدريبات وكلام ده عشان يخش على المرحلة السنية بتاعته في المنتخب بقى منتخب قوي منتخب الصغيرين بعد كده منتخب الشباب بعد كده المنتخب الأولمبي اللي هو بيوصلك لمنتخب مصر الكبير فالمشاكل دي لازم تتحل لأن هي دي بص أي حاجة تانية بقى أصل المسابقات مش عارف أصل كذا أصل لمسك مش عارف مين هي الأساس هو قطاعات النشئين اللي بتطلع اللعيبة اللي تتركه هو ده الأساس لو ده بايز وما تحلش المشاكل اللي فيه اللعيبة هتفضل نفس القصة